في واحدة من جوالته الانتخابية وأثناء مؤتمر جماهيري في ولاية بنسلفانيا يمسك الحاجة بو إيفانكا الحديثة وكعدته لما الحماسة والاندفاع يخدوه ويتزاول بقى كده بالحجد والتسقيف والهتاف يوم هلفط بكلمتين ويقول تعليقا على محاولة اغتياله إن اللي استحق إنه يضرب بالنار هو الإعلام الفاسد ومن وسط اللي تنحوله وصاد التصريح ده قليل اللي بص كده على ستة كبارة من حملته اتحركت خطوطين وزغرت له بس من غير ولا كلم عشان بعدها يغالوش بسرعة ويغير الموضوع أوطانت دي بقى تبقى سوزي وايلز مديرة الحملة الرئاسية لترامب ودلوقتي هي أول امرأة في تاريخ أمريكا تتولى منصب كبير موظفي البيت لبيض تطلع مين سوزي وايلز دي وإيه طبيعة أدوارها وإزاي وصلت امرأة الظل أو الطفلة الجليدية زي ما ترامب بيحب وصفها إزاي وصلت للمنصب ده خلونا نشوف كشف حمادة بعد أعلان نتيجة انتخابات أمريكا ورجوع أبو حنان من تاني المنصب الرئيس وقف ترامب يحتفل مع جمهوره وأنصاره ويشكرهم على ثقتهم فيه وأعادة انتخابه بس كان فيه واحدة كده يعني هو ما كانش عاوز يشكرها في الزيطة كده مع أفراد حملته في العموم لا ده قرر ينده عليها بالاسم ويصدرها جنبه في صدارة المشهد كنوع من التكريم الخاص المتابعين اللي هشوفوا المشهد ده هيتقسموا الفريقين فريق هيبعارف كويس من الست دي وهما فئة السياسيين وكل اللي موجودين في دهليز الحكم وجوه دايرة السلطة والبيزنس والحملات الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات اختيار حكام الولايات وفريق تاني هيبقى فعلا مش عارف مين دي وهيبقى عنده حق ما عرفهاش لأن ده المنهج اللي اخترته في شغلها من 40 سنة واكتر وهيبقى طبيعي لو بصيت على وشها الهادي ووقفتها بعيد ده لو ظهرت أساسا إنك تعتبرها الست اللي بتساعد ترامب أو بتشله الشنطة مثلا خصوصا لو صدفة مرة يعني وشفتها بعد ما خلصوا اجتماعه ولا حاجة وهي دايرة تلف على الترابيزات تنظفها وتلمي الورق والمناديل عشان ترميها في الزبالة عشان كده خلينا نعرف مين الست اللي تحولت من الست اللي وقفة وراء بوحنان للست صاحبة أخطر وأهم منصب في أمريكا بعد الرئيس وهو منصب كبير موظفي قاصر الرئاسة نفسه سوزي وايلز السياسية اللي بتتوصف بأنها القوة اللي تحس بيها بس ما تشوفهاش أو بمعنى صح الخزوق اللي هيلبسه الخصم من غير ما يعرفه وجله منين طول مشوارها العملي في الحزب الجمهوري اللي هنستعرض المتاح منه يعني وهي بتتنقل زي النحلة من المرشح ده للمرشح ده ومن العمدة ده للعمدة ده ومن الرئيس ده حتى للرئيس ده أي حدث مش طبيعي أو تطور وتغيير مفاجئ في المشهد بيبقى معروف إن الست سوزي دي ليه هيد في الموضوع بس يد لابسة جوانتي صعبة تلاقي بصمتها على قفة زبون نادر ما بتظهر سواء إعلاميا أو صحفيا وحتى صفحتها على تويتر تغريداتها عليها تتعدى الصوابع سوزي وايلز تمت السنة دي 67 سنة أبوها يبقى بات سامرو اللي توفق سنة 2013 واللي كان واحد من أشهر لعبة كرة القدم الأمريكية وبعدها يعني كمعلق رياضي على المطسط زي شوبير عندنا كده واتجوزت مستشار سياسي جمهوري اسمه لاني وايلز عشان كده لقابها العائلي مرتبط بيه حتى بعد طلقها في 2017 بدأت سوزي شغلا في السياسة في السبعينات بعد ما تعينت في مكتب عضو في الكونجرس وبعدها اشتغلت في الحملة الانتخابية لرئيس رونالد ريجن في 1980 وبعد ما وصل للرئاسة اتعينت منسقة للمواعيد في البيت لبيض وفي نفس الوقت سكرتيرا شخصية للسياسي ريمون دونيفان بعد ما عينه ريجن وزير للعمل كان مكافأة لي على نجاحه كرئيس لحملته الانتخابية في نيوجيرسي واتنقلت سوزي بعد كرة لولاية فلوريدا مع جوزها اللي كان مسؤول عن تحضيرات وتنظيم الترتيبات الإعلامية للمرشحين وقت الانتخابات واشتغلت مع عدد كبير من السياسيين كان أولهم جون دلاني البرلماني ورجل الأعمال المعروف في أمريكا بعد ما قرر يبدأ حياته السياسية سنة 95 ولما رشح نفسه لمنصب عمدة مدينة جاكسون فيل اختارها لمساعدته في حملته الانتخابية وساعدته فعلا في اكتساح الأصوات وأصبحت بعد كده رئيسة موظفين مكتبه وبعد ترشح واحد تاني لنفس المنصب كعمدة للمدينة في 2004 وجون بيتون ساعدته برضو سوزي وعينها مستشرة لي وعلى نفس المنهج في استعانة أي رجل أعمال بالمرأة الحديدية وخبيرة التعامل مع الانتخابات وحج الأصوات ييجي الدور سنة 2010 على رجل الأعمال ريك سكوت بعد ما شعشعت في دماغه أنه يبقى حاكم ولاية فلوريدا برغم أنه في الوقت ده كان يعتبر دخيل على الليلة ما عندهش أي خبرة سياسية خصوصا أنه في الأصل خريج بحرية وشارك في تأسيس شركة رعاية صحية خرج منها بفضايح والتهمات بالفساد والاحتيال واحتاج عشان يملس من كل الفضايح دي يعني يعمل تسويات بمليارات لكن طالما الموضوع فيه سوزي يبقى كله سالك وبالفعل ينجح ويبقى حاكم فلوريدا ومن ساعتها لحد 2023 وهو بيتنقل ما بين عضوية الكونغرس لعضوية مجلس الشيوخ حتى أنه بيستعد لي من دول لإعادة ترشوحه في الانتخابات اللي جاي أول تعامل مباشر بين سوزي وايلز وترامب كان في 2015 مع بداية الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري وكانت مشاركة في عاملته الانتخابية في فلوريدا وساعدته فعلا أن يفوز بأصوات فلوريدا على منافسة وقتها هالاري كلينتون سنة 2016 ودي ولاية يعني كان الفوز بيها له تأثير كبير على وصول الكورس الرئاسة لكن بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا في 2016 اختارت سوزي وايلز أنها تفضل في فلوريدا وما قررتش ساعتها أنها تروح وراها على البيت الأبيض وبعد سنتين ساعدت السياسي والقاضي رون ديسانتس أنه يفوز بمنصب حاكم فلوريدا لكن اللي حصل بعدها أن العلاقة بازت خالص بينها وبين ديسانتس اللي كان بيستعد لمنافسة ترامب نفسه في الانتخابات اللي جاي بعدما اتهمها مكتب ديسانتس بنقل أخبار وتسريب معلومات وتقارير سرية تخص إدارة الولاية وتخص شخص ديسانتس نفسه وأسرته وبرغم أنها نافت كل ده والموضوع كان فيه ريحة نفسنا من أعضاء حملته ومن مرات ديسانتس نفسها في صراعات النفوذ وطبيعة دورها وسيطرتها جوالولاية لكن في النهاية تمت إقالتها من الفريق في قرار على قد ما هو يعني سبب لها إحباط كبير في المرحلة دي على قد ما كان برضو السبب في النقل اللي حصلت لها وفكرة استعادة التوازن اللي كان أول ضحاياها هو ديسانتس نفسه بعد ما جات لها مكالمة في 2020 ولاية اللي بيتصل بيها هو الحج أبو حرام بذات نفسه عشان مش بس يطلب منها إنها تكون عضوة في حملته في ولاية فلوريدا لا ده بيطلب منها إنها يعني تمسك قيادة فريقه الرئاسي كله لحد هنا يعني ويباني الموضوع إن الكلام عن موظفة شطرة ومكتهدة بتعمل شغلها في مجال تخصصها الإداري وخلاص لكن قرار ترامب السريع بعد نجاحه بتعينها كبيرة موظف البيت لها بيض هو اللي لفت النظر وطرح السؤال حوالين الإدارجية الصمتة دي اللي واخد دايما قرار بالبعد عن الأضواء ومختارة طول الوقت تبقى في خلفية المشهد شاف إيه بقى أكتر رئيس صائع ومندفع وأبرز سياسي صدامي وبلطجي في وحدة سماتها الشخصية عكسه تماما على طول الخط عشان يرمي على كتفها مسؤولية المشاركة في القرار السياسي في دولة بحجم أمريكا أكتر الناس أو الصحفيين والمحللين السياسيين اللي احتكوا بسوزي وايلز كلهم أكدوا إنها مش مجرد واحدة من كبار مساعدين ترامب لا هي حرفيا أهم مستشارة عنده ومديرة حملته في كل الولايات وهي أصلا كانت السبب في إن حمل ترامب اللي كان يدوب محتملة وفيش كوك في البداية إنه يتجرع على ترشيح نفسه تاني هي اللي خلت ترامب يبقى فعلا هو مرشح الحزب الجمهوري مش رون دي سانتس اللي كله تأكد إن غلطت عمره إنه طارتها وهي من أهم أسباب تحويل حملة وأسلوب خطاب ترامب لأسلوب يعني احترافة أكتر سيكة وأهدأ سيكة من قبل كده برغم إن من سنة 2020 ومع صعود ونفوز الحزب الديمقراطي ومرشحينه اتعرض ترامب والحزب الجمهوري نفسه لانتكسات كتير بداية من هزيمة ترامب وصد بايدن مرورا بهزام الحزب في انتخابات 2022 زائد الاتهامات الجنائية والمحاكمات مع ترامب في 2023 لكن في وسط كل ده حضرت سوزي في المشهد بصفتها كنز معلومات محدش غيرها يحتكم عليها وخبيرة في اللعبة على الحبال ومعجونة سياسة على مدار 40 سنة بتتشقلب جوا دهليز الحكم بتتعلم كل يوم امتى تتكلم وامتى تسكت وامتى تدي كتف وامتى تتحالف مع مين وامتى تاخد خطوة الورا وامتى تضرب من تحت الحزام من غير ما تسيب اي اثر وراها بوشها البشوش الهادي ده سياسية معتادة في الظاهر متدينة مواصبة على حضور الكنيسة ومواصبة اكتر على الاعمال الخيرية وجامع التبرعات لسانها مش طويل زي ترامب ومس صدمية خالص مع اي خصم ودي صفات على قد يعني ما يشوفها شخص عادي انها لا يمكن تكون سماية شخص مسؤول مخلص لواحد زي ترامب ومتبني المشروع السياسي بتاع ترامب على قد ما بيشوفها الخبر السياسيين انها يعني القطع اللي بتكمل النيش بتاع ترامب بصفاتها الشريك الزكي العائل واللي من غيرها مش هيقدر ديكتاتور محتمل يوصل لهدفه ويقوي نفوزه من غير مدير اعمال صايع وناجح ترامب يضرب وهو يلاقي الرئيس يعوك وهو يصلح قرارها انها تساعد ترامب جئ في وقته بعد ما فقد حتى دعم الناخب الجمهوري بعد تجارب الناس معه وبعد ما مشاكله وازماته خلت التصويت لترامب كرئيس مرة تانية حاجة شيبه مستحيلة واختيار ترامب لسوزي وايلس تحديدا عشان تدير حملته كان واحد من انجح قراراته رغم انه عارف انه لو قاعد معها يتناقشوا في 90% من مبادئه وافكاره وهيلاقيها مختلفة معها خصوصا في ملف الحريات وتبنيها هي شخصيا لقضايا مجتمع الشوازلية او المتحولين جنسيا وكونها ضد عنصريته وعدوته الوضحة للمهاجرين وضد حتى سياساته الاقتصادية والضريبية لكن كل ده لو كان بيأكد على حاجة فهو بيثبت ان ترامب حط في البيت لاب يض سياسية أرحى قادرة تلعب بالبيضة والحجر وتفصل بين قناعتها الشخصية وبين رغبتها في نجاح مديرها ايا كان الست اللي عارفة اصلا امتى تسيبه كرئيس يعبر عن نفسه ويفتح سيدره ويزيط وامتى تفرمله وتروض وتهندل قراراته السياسية ولو حتى من وراء كواليس وما حتى شايف تأثيرها عليه عشان كده التعاون بين الاتنين ممكن كتير يشفوه متناقض لكن الخبر اللي عارفين طبيعة السياسة في أمريكا واحتكوا على مدار سنين بالست دي شايفين ان لا غنى لترامب عنها هي الشخصية اللي هتجمع من الحسم والقوة وتقلق المنافسين والخصوم من أي زغروف أو ضربة غير متوقعة من شخصية هم تعودوا انها وراء أي مصيبة من غير ما تسيب دليل أو أسر ومنها كان الاغتيال المعناوي والسياسي لأشهر منافس لترامب وهو رون دي سانتس نفسه اللي طردها واللي في النهاية عمل خطاب انسحاب أعلم فيه انسحابه من السباق بل ودعمه أصلاً لترامب أعلن اليوم وقف حملة للسباق الرئاسي أنا فخر بالتزام بالوعود التي قدمتها ولن أتوقف عن ذلك الآن من الواضح بالنسبة ليانا الغالبية من أصوات الجمهوريين تريد أن تمنح ترامب فرصة أخرى ترامب يتفوق على رئيس الحالي جو بايدن لقد وقعت على تعاهد بدعم المرشح الجمهوري وسوف أحترم هذا التعاهد ده غير أدوارها المستخبية ضد آخر مرشحة جمهورية ضده وهي نيكي هالي واحدة من أحط الشخصيات السياسية الصهيونية المتطرفة بامتياز صاحبة الصورة الشهيرة وهي بتوقع على قذيفة متجهة لإسرائيل وكاتب عليها إيقضوا عليهم أو دي كمان انسحبت فجأة ودعمت ترامب بل لأن سوزي وايلز استفدت بالأصوات الكتير اللي كانت مرشحها وحرمت حاملة منافسته الديمقراطية كمالة هارس منها كل القوة والنفوذ المداري اللي بتتمتع بيه سوزي بيرفقوا منهج سياسي واجتماعي تاني خلها فعلا وسيلة ترامب لتهزيب تصرفاته وتلميع صورته وصاد الناخب الأمريكي بمهاراتها بقى لإكتثبتها طول السنين اللي فاتت لأنها باختصار بايتعرفة ايه اللي عاوزه السياسي وايه اللي عاوزه المواطن وايه الرسالة اللي هتقنع وهتجيب سكة مع الناخب وده اللي ظهر بعد شهر واحد من رأسيتها للحملة بعد ما تمكنت في وقت بسيط إنها تغير طريقة التفكير وطريقة طرح وعرض الرسائل وشكل الخطاب الشعبوي لترامب وكانت دراعه اليمين على مدار أربع سنين في التواصل مع الجمهور وعرض الأفكار بالشكل اللي يرضي ويفيد ترامب وفي نفس الوقت يرضي ويقنع الناخب ويتوافق مع طموحات ومطالب الشعب اللي في الأقوله الآخر ما يشغلوش قلق كوكب كله من ترامب وصد تحقيق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية نيه كانت نظرة سريعة على الست اللي تشوفها ورق كواليس فتحس إنها مجرد أم أو جدة في وداعة عبلة كامل وطيبة الأساس كمالة بورية وممكن تشوفها في مؤتمر جماهيري وهي بتلف عن ناس توزع المنصورات وورق الدعاية بكل لطف كأنها بتبيع نعناع في متر الأنفاء بدون ما تتوقع إن وراء كل ده دور كبير ومرهق وجوالات مكوكية في كل الولايات وشخصية زكية سريعة البديهة أستازت علاقات اجتماعية وصفقات سياسية ومكنت أفكار وحلول مبتكرة واحدة قدرت تتعامل وتروض شخص مندفع وصدامي الكل توقع إنه انتهى سياسيا للأبد وبقى ماضي خلاص وفاكرة إنه يترشح أصلا للرئاسة كانت نكتة عند ناس كتير فسعادته يبقى مرشح محتمل ثم مرشح قوي شعبيته زادت وأكلت منافسين لحد ما رجع تاني للرئاسة بفوز مريح كمان وبفرق كبير عن منافسته كمال هارس إيه اللي مستنينا بقى ومستني الكوكب مع الحجة بوحنان ومع دراعه اليمين جوال بيطلة بيض يا هنم ان يعيش ونشوفكو على خير إن شاء الله